السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازايكم عاملين ايه يا رب تكونوا بخير. النهاردة زي ما انتم شايفين كده هنعمل القطايف بطريقة سهلة جدا. يعني والله مش هتاخد منك اي وقت ولا اي مجهود سريعة جدا. والنتيجة رائعة جدا. ياريت لو اول مرة بتشوفي قناتي تشتركي في القناة وكمان تفعلي الجرس علشان يوصل للكل جديد. هنعملها النهاردة بحشوة جديدة خالص لأول مرة تشوفيها. وهنعملها كمان بالمكسرات. في ناس طبعا برا مصر ما عندهمش القطايف. فهنعملها في البيت علشان اللي في اي دولة ما عندهوش القطايف يقدر يعملها بكل سهولة. هنعملها النهاردة بطريقة سهلة خالص في التشكيل وكمان في التجهيز بتاع العجينة. هنعملها كلها في الخلاط. النهاردة هنعمل كبايتين من الدقيق تقدري تعملي كباية وتقدري تضع في الكمية لو الكمية قليلة عليكي. كبايتين من الدقيق عليهم معلقة من السكر زغيرة ومعلقة بكينبودر زغيرة وكمان رشة من الملح اللي هي ضرة ملح ما بين سوابعك كده. وكمان عندنا معلقة زغيرة من الخميرة الفورية. وكبايتين مية. انا عندي هنا المية قدت دقيق. كبايتين دقيق عليهم او نفسهم هما هما المية. المية قدت دقيق بالزبط. معلقة سكر زغيرة معلقة بكينبودر زغيرة معلقة خميرة زغيرة وزرة ملح. مفيش اسهل من كده. خدت المكونات دي كلها في الخلاط دربتها كويس جدا. وبعدين نزلت الجناب في الخلاط اللي لازقه بالمعلقة. ودربتها تاني كويس جدا لغايت ما بقت نعمة معي. وبالشكل ده كده. وهسيبها عشر دقيق بس على الرخمة. هغطي الخلاط كده. وحسيبه عشر دقيق على جنب. بعد عشر دقيق هو ده كده شكلها عملت فقاكيع كده. هي كده بقت حلوة جدا. هندلها تقليبة بالمعلقة وهنروح بسرعة على اي جريل او اي طاصة عندك تكون تفال ما بتلزقش. وهنشكل فيها طبعا عندي الطاصة سخنة. ولعت النار كده لغاية ما بتتوسع عندي او الجريل او الصانية او اي حاجة هتعملي فيها تكون ما بتلزقش تكون سخنة الاول. بتشغالي النار عليها تلات دقيق كده وبعد كده بتنزلي بالعجين بتاعك. طبعا الحجم زي ما انت عايزة. عايزها عصافيري صغيرة. هتقللي الكمية بتاعت العجين. عايزها الحجم ده هو كده حلو جدا. على فكرة الحجم ده حلوة علشان تبقى فيها حشو كده وحلوة. فاهمين انتو؟ يعني وانت بتاكلها كده تحسي بالحشو. تمام? هنسيبها اي دقيق بسيطة خالص يعني ممكن دقيقة. وهتلاقيها آآ نشفت كده من فوق. وآآ وحمرت من تحت خدت لون. طبعا انا مش عايزها حمرة قوية انا عايزها اللون ده حلو او اغمق شوية. حسيبها تاخد لون اغمق شوية زغيرين. علشان طبعا لسه هنقليها وكده آآ ما تتحروقاش معنا بسرعة. تمام? خلاص كده انا هبتزي بطلعها. طب بطلعها على ايه? بطلعها طبعا على فوتة. وبغطيها. لغاية ما بخلص الكمية. بلاقيها معي طرية جدا. يعني انت اول ما بتشيليها من على الجريل او من عطاسة بتلاقيها آآ نشفة. شوية. بتغطيها بالفوتة كده دقايق بسيطة بتلاقيها بقيت طرية جدا 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 جدا. عايز اقول لك انضف من بتاعة برة. والله انضف واحسن. من بتاعة برة. انا اول يوم رمضان كانت عندي ظروف قبل رمضان وكش مجهزة اي حاجة. وبنت شو هي جاية من الدرس جاية بتنص كيلو. عايز اقول لك وترمى. اترم بجد لان كانت نشفة وبيتها عند الراجل وريحتها كانت مش حلوة. فبجد يعني لما يعني انا عشان الطوارئ اللي انا كنت فيها ما كنتش طبعا خلت بنتي جابتها. وفي الاخر اترمت وندمنا طبعا. وانا على طب بعملها في البيت. وعايز اقول لكم ان انا كل سنة قبل رمضان بجاهزها كمان. وبحشيها وبفرزها وهي محشية في الفريزر. وبطلعها على الاستخدام سواء بقى بالجبن بحشيها وساعات بحشيها باسترمة. وجبنة متزرلة وساعات كمان بحشيها مكسرات وبفرزها وهي محشية. بقفلها كويس وبشيلها في كيس وبحفظها في الفريزر. بطلعها ساعة الاستخدام بتبقى زي الفل. بس السنة دي كان عندي ظروف قبل رمضان. علشان ابني كان تعبين فما جهزتش اي حاجة. تمام فطبعا نبصوا كوبايتان دقيقة عملونا كنية كبيرة قد ايه. اوفر من بتاعة بره بكتير. انا بسمع ان في ناس وقفة بالطوابير على بتوع الكنافة والقطيف طب وليه ده انتي على بال ما تنزلي الجيبية هتكوني عملتيها. وهتعملي كمان كمية كبيرة وارخص من بتاعي ببره بكتير. هي دلوقتي غالية مش رخيصة. والكنافة كمان مش رخيصة يعني كل حاجة والله لو تعمليها لو عندك وقت وزروفك تسمح انك تعملي الحاجات دي في البيت. اعمليها طبعا انضف واوفر من بره بكتير. طيب بعد ما خلصت الكمية كلها وكنت مغطيها بفوتة رصيتها بقى في طبقة كده. مش بتغطيها كتير. هو بس مجرد ما بتخلصي الكمية خلاص بتعريها بقى وبتبقى كلها طريقة معاكي. وجميلة جدا. بسي بقى عندي هنا حشوة عندي جست الهند وزبيب وبندق ولوز واي حشوة انت تفضليها عايزة تعمليها بسوداني بس اللي على قد ايدك طبعا بتحشي بيها. بسي بتتقفل معنا بكل سهولة وكلها بتتقفل معنا ومتتفتحش في الزيت ابدا زي اللي بنشتريها من بره. فالطريقة نكحة جدا وبسيطة جدا بدون لبن بودر وبدون اي تعائدات هو شوية مية وشوية دقيق وخلصنا على كده. وعملي احلى قطايف. طبعا بنحشي مكسرات وبنقفل كده كويس جدا. انا في اول الفيديو قلتلكوا هنعمل بحشوة جديدة. الحشوة الجديدة هي معي النهاردة طمر وديت لأول مرة على اليوتيوب وفي اي حتة هتشوفيها انك تلاقي حد حشا القطايف اه بالطمر. انا عندي كده الطمر اللي احنا بنكله قبل الفطار عادي جدا الطري دوت. اه فتحت كم واحدة كده وشلت البزر اللي جواه. واستغنت عنه طبعا فصصتهم من البزر. وجبت شوية عين جمل. او اي مكسرات بندق. اه وعين جمل ولوز او اي مكسرات او سوداني. اه ويعني اي مكسرات انت تفضليها معايدة طبعا الزبيب. لان الزبيب مسكر وعندنا الطمر مسكر جدا. ومعايدة جسط الهند. تمام? فانا هنا هحشي طمر. فتحت الطمراية وخدتها. بحشيها في القطايف وبحط عليها اه يعين الجمل متكسر يا اما بندق يا اما لوز. خلاص كده. وبحشي اهو زي ما انتم شايفين بالشكل ده. وبحشي بقفل عليها. عايز اقولك الحشوة دي خطيرة خطيرة خطيرة. بجد. يعني جربيها واكتبيلي رأيك ايه في التعليقات هتدعيلي. جربيها وكليها بجد جميلة جدا. طب انا خلصت كده الحشوتين. حشوة المكسرات وحشوة الطمر. ويلا بينا عندي زيت. الزيت بتاعي مش سخنة قوي. ومش بارد. الزيت بتاعي دافي. نزلت طبعا دافي بس ايه يعني خلاص رايح للغليان يعني. يعني في بداية الغليان كده سخن. يعني سخن. بس مش مغلي قوي. نزلت بالقطايف بتاعتي كده. وحتاخد لون وهقلبها على الجنب التاني. هقلبها طبعا على الجنب التاني. ياريت لو اول مرة بتشوفي القناة تشتركي في القناة. وياريت تفعلي الجرس علشان يوصل لكل جديد. وياريت كمان تحطي لايك للفيديو. اه هخليها طبعا تاخد لون حلو جدا. عايز اقولك اللي احنا عاملناها بالطمر دي. هنقليها وانطلعها. طبعا الشربات عندي بارد. والقطايف بتاعتي سخنة. اول ما بتطلع من الزيت بحطها في الشربات. والشربات اه مقادير وكبايتين سكر. عليهم كباية ونص مية وعليهم عصرة نص ليمونة. ما بقلبوش ولا باجي جنبه برفعه على النار عشر دقايق وبطفي عليه النار بيبقى جاهز معي. بنحطها كده في الشربات كلها وهي سخنة والشربات بارد وبعد كده بنطلعها على مصفة. بتصفي الشربات اللي فيها آآ زيادة بنصفيه. وبعد كده بنقدمها في طبق التقديم. تمام? زي ما هتشوفي معي دلوقتي بطلعها على مصفة اهو. على مصفة او على اي حاجة سلك تصفي الشربات الزيادة بس. بالشكل ده كده وبعد كده بنقدمها بالشكل ده. نفس الحكاية بتاعة الطمر برضو بنحطها وبنشيلها بسرعة لان الطمر طبعا بيبقى مسكر. فمش عايزينها تشرب شربات كتير. علشان طبعا ما تبقاش مسكرة قوي. تمام? بس بجد حشوة الطمر جميلة جدا. وعلى فكرة انا اول مرة عاملها وجوزي هو اللي قال لي اعمليها. فعايزاكم تشوفوا يعني الزوق بتاع الجوزي عامل ازاي? ان شاء الله. زوق هيعجبكم. بجد طعمها جميل جدا. عجبتنا جدا. كل اللي دقاها عجبته. آآ جربوها. هي جديدة طبعا. وآآ ياريت تقولولي رأيكم ايه في التعليقات? اتمنى طبعا الفيديو بتاع النهاردة يكون عجبكم. وعجنة القطيف السهلة جدا. والطريقة سهلة جدا تكون عجبتكم. آآ اتمنى تحطوا لايك للفيديو. لو اول مرة بتشوفوا القناة تشتركوا في القناة وكمان تفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.